أعلنت محافظة أسوان استعداداتها لفصل الشتاء ومواجهة الأمطار والسيول المحتملة وشاركت العديد من أجهزة ومدريات المحافظة في هذه الاستعدادات بمشاركة الجهات المختلفة والتدريب على كيفية مجابهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية استعدت محافظة أسوان لفصل الشتاء ومواجهة الأمطار والسيول المحتملة ومن هذه الجهات تأتي الإدارة المركزية للموارد المائية والرية استعداداً لموسم الأمطار قامت المزارة بدراسة جميع الأودية المعرضة لمخاطر السيول وبناء على ذلك تم إنشاء عدد 58 عمل صناعي لحماية أخطار السيول من سدود وحواجه استرابية وبحيرات صناعية يأتي فرع جمعية الهلال الأحمر المصري في أسوان ليقوم بدوره من خلال الاستعدادات الكاملة لمواجهة السيول والأمطار بتنسيق مع الجهات الحكومية داخل المحافظة هذا المخزن الذي يحتوي على الخيب والبطاطين والمراتب والمهمات الإغاثة والجريدر والكهرباء ده كل استعدادات لمواجهة أي كارثة طبيعية خارج عن إغراضة الإنسان بتتحرك على طول فرق الطوارئ من الجمعية فور الإبلاغ بيطلع فريق يقيم بسرعة ويحصر على وجه الاستعجال قيمة الخسار ونكوة ثم تتحرك الجمعية بهذه المهمات لتقديمها إلى الأهالي مع الدعم النفسي مديرية الشباب ورياضة هي الأخرى استعدت لفصل الشتاء بتجيز مراكز الشباب والأندية الرياضية كمعسكرات إيواء وذلك في الأماكن المتوقع حدوث أمطار وسيول بها دور المدرية نحن دورنا بأن نحصر فيه أن نعد مراكز الشباب والأندية الرياضية كمعسكرات للإيواء للأماكن المتضررة القريبة يعني من الأماكن المتضررة بجانب التدفع بشباب الكشافة والجوالة وشباب المتطوعين للمساهمة والمساعدة في إنشاء معسكرات أو المخيمات اللي بيقوم فيها الأهالي المتضررين بجانب مساعدة الأهالي في التصدي لهذه الكوارث بالتوازي مع تلك الجهود تأتي أيضا العديد من المدريات الأخرى داخل المحافظة والتي أعلنت الاستعدادات الكاملة لفصل الشتاء ومنها مدريات التموين والصحة والأوقاف وغيرها